بأن الزمالك يروح مع بيراميدز لركلات الترجيح الزمالك يا جماعة أصبح الحمد لله متمكن جدا جدا لركلات الترجيح ولو نلاحظ في ترتيب الأسماء اللعبين في ضربات الجزاء في الصبر الأفريقي أمام الأهلك أنه هو هو نفس الترتيب مبارح ضد بيراميدز عبدالله بيبدأ ثم المسلوسي ثم حسام عبد المجيد ثم ناصر منسي ختاما برجل اللقاء وصاحب الركلة الخمسة وهو زيزو اللي احتاجنا المرة دي الحقيقة لضربته الخمسة الحاسمة في السوبر الأفريقي ما احتاجنا لهاش ولكن مبارح احتاجنا لها حتى نفس الصد اللي مبارح شفناها طبعا اللي عواد من الزاوية من لعب أشوال طبعا اللي هو مصطفى فتحي ويحيى عطية الله قررت كل حاجة بالملي بتفكرك بسوبر القرن اللي هو سوبر ناصر منسي يعني بالكربون بالمناسبة يعني كل حاجة بتأهلك لنفس السيناريو ده ما يقولكش أبدا أن النهائي تبتدي تحتفل أنه يبقى نفس النهائي لأ أنت لازم تشتغل من هنا لازم تشتغل لازم تنسى لازم تنسى أنك أنت فست بالصبر الإفريقي لازم تنسى أنك أنت مبارح فست على منافس قوي زي بيرامدز براكولات الترجيح لازم بتتدي تشتغل كويس قوي 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 أمام الأهلي حتى لو أنت شايف أنك في الوقت الحالي الزمالك كعبه عالي الزمالك فنيا أفضل الزمالك فنيا بيمتلك نجوم مهاراتهم أعلى بس أنت محتاج تشتغل كويس قوي على النهائي الفرقة محتاجة تقفل على نفسها أكتر وأكتر وأكتر عشان تجمع بما بين السوبرين فلك أنت تخيل أن الزمالك في الوقت الحالي يجمع ما بين في شهر واحد تجمع ما بين السوبر الإفريقي ويوم الخميس الجاي إن شاء الله نحتفل بالسوبر المصري يا لعبي نادي الزمالك جمهي نادي الزمالك تستحق نعتبرهم اللعب رقم واحد تستحق أن هي تحتفل في شهر واحد ببطلتين زي ما قدرتوا تعملوها وتفرحونا بأن أنتوا تاخدوا السوبر الإفريقي من الأهلي تقدروا أن أنتوا إن شاء الله تاخدوها برضو من الأهلي بالسوبر المصري ويا جماعة لا شك طبعا كل التقدير والإحترام للنادي الأهلي لما أنا أخد بطولة من النادي الأهلي أكيد طبعا بيبقى ليها مزقة مختلفة بيبقى ليها طعم مختلف وبطولة طبعا بتبقى فارقة كتير جدا عن أن أنا أخدها من أي فرق تاني لأنه المنافس التقليدي أو الغريم التقليدي بالنسبة لي فأتمنى أن اللعيبة تبقى مقدرة ده وأتمنى اللعيبة تبقى على أتم الجهزية لهذا اللقاء لأنه ده هيبقى واحد من أهم أهم اللقاءات بالنسبة لجماهير نادي الزمالك هذا اللقاء حتى ولو هذا اللقاء وصل إلى رقالات الترجيح لازم نقول إن إحنا عندنا واحد من أهم من يتصدى لرقالات الترجيح عواد عواد لازم نقول لك شكرا شكرا مش بس على تصدياتك ولكن على أنك إنت رجعت لنا عواد محمد عواد نسخة فبراير عشرين اثنين وعشرين عواد عواد اللي هو بنقول عليه عواد اللي هو الأصل لما بيكون في حالته اللي بجد بيبقى أحسن نجون في مصر تصدي عواد لرقالة حاسمة في السوبر الإفريقي ومبارح تصدي أيضا لرقالة حاسمة تسببت في الوصول لنهائي السوبر المصري عواد لو كمل بالأداء ده أتمنى واتمنى طبعا أنه هيكمل بالأداء ده هيرجع نفسه يعني الاعتلاء عرش أفضل حراس مرمى مصر والجمهور طبعا هيقدر ده هنتمنى ده طبعا وإحنا بصراحة عمرنا ما هننسى دوره أبدا مثلا في دوري ألفين واثنين استمر يا عواد الله أكبر عليك وكل جماهير يعني دوري عشرية واثنين وعشرية طبعا عمرنا ما هننسى وعايزينك تستمر في كل ده وعايزينك يعواد إن شاء الله في يوم الخميس إن شاء الله منتظرينك أمام الأهلي تتقلق أكتر ومتأكدين أن أنت برضو زي ما أنت كنت نجم السوبر الإفريقي وزي ما أنت كنت نجم مباراة مبارح أنا متأكدة إن أنت إن شاء الله هتبقى نجم كمان مباراة السوبر المصري إن شاء الله إنت أيضا اللي هتحسم هذه المباراة وترفع إن شاء الله الكاس مع شكبالة ومع باقي زملائك شكرا